أحلى وأجدع شباب ونات في الدنيا أساطير لعبة بوبجي موبايل أهلا بيكم في حلقة جديدة مع الصياد من المعروف عننا دايما إن حلقاتنا بيكون فيها شيء مختلف علشان كده في حلقة النهاردة هعلمك إزاي تعمل منظور آيباد حقيقي هيخليك تاخد جودة ووضوح وثبات فريمات الآيباد ويكون شرحنا النهاردة عبارة عن جزئين الجزء الأول للناس اللي حابة تلعب بحجم شاشتها الكامل وتستخدم منظور آيباد يكون واضح وثابت في الفريمات أثناء المواجهات أما الجزء الثاني للناس اللي حابة تلعب بأبعاد الآيباد الحقيقية على الكمبيوتر مع أفضل إعدادات في محاكي جيملوب ولعبة بوبجي موبايل علشان تاخد أفضل أداء وأفضل ثلاثة من المنظورين اللي معنا في حلقة النهاردة كمان مش ناسي الناس اللي عندها مشكلة مع حكاية ضبط إعدادات التحكم مع منظور الآيباد وشرحت في الحلقة طريقة سهلة جدا من خلالها تقدر تزبط كامل إعدادات الأزرار عندك بدغطتين مش أكتر لكن قبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش تدعم الحلقة دي بلايك علشان تساعدنا كمل في نشر المحتوى ولو أول مرة بتشوف القناة وحابب تتابع كل فيديوهاتنا بشكل مستمر اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات عليك كله علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أما دلوقتي خلونا نبدأ شرحنا مع بعض على بركة الله أول حاجة لازم تتأكد معا أن شاشتك بتدعم الأبعاد اللي أنا هقولك عليها دلوقتي دي بشكل تلقائي وعلشان تتأكد من توفر الأبعاد دي عندك هتضغط كليك يمين على الدسك توب وتنزل تضغط معايا على كلمة display setting دي الشكل ده وهتيجي لكلمة display resolution تضغط عليها مرة واحدة بالشكل ده وتنزل تدور على الأبعاد اللي أنا هقولك عليها دلوقتي دي 1280 في 1024 لو الأبعاد دي عندك يبقى هتكمل معايا الحلقة لأنك هتستفاد بشكل كبير جدا وكمان هتاخد منظور آيباد ما شفتهوش قبل كده على يتيوب والدقة بتاعته وثبات فريماته كويس جدا 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 للأجهزة الضعيفة أما طبعا لو الأبعاد دي مش عندك واعتقد أن الأبعاد دي موجودة في كل الشاشات الناس اللي بتستخدم أجهزة ضعيفة والشاشات 60 فريم الأبعاد دي موجودة في كل الشاشات تقريبا عموما لو ملقتش الأبعاد دي عندك قد في الحلقة دي لأنها مش هتفيدك وأول خطوة في حلقة النهال ده هي أننا هنختار الأبعاد دي 1280 في 1024 ونيجي نضغط من هنا على كلمة كيبتشينجوس دلوقتي لو طلقنا على الدسك طب أو سطح المكتب هنلاقي الشاشة عندنا بقت بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده أما لو تلاقيت في أي حواف على جوانب الشاشة هتعمل خطوة اللي أنا أقول هالك دي هتروح لكارت الشاشة بتاعك وتدور على الاختيار اللي أنا هورغولك دلوقتي ده وتروح للأوبشن الخاص بكارت الشاشة أو الديسبيلي لو أنت بتستخدم AMD طبعا هتلاقي في جيمينج وهتنزل لكلمة ديسبيلي هتنزل بعد كده تدور معه على الاختيار اللي مكتوب عليه اسكيلينج مود بالشكل ده مش عارف اسمه إيه في كروت انفيديا ولكن موجود كمان في كروت انفيديا وتجي من هنا تختاره فول بانل أول ما تختار من هنا فول بانل هتلاقي الشاشة بقت معك بالشكل الكامل اللي انت شايفه قدامك ده لحد هنا دي الخطوات العادية لتقريبا كل الناس اللي بتفعل منظور أيباد عرفاها تعال بقى دلوقتي نخش على الجزء الجديد والخاص بيه أنا قبل ما نروح للعبة PUBG Mobile في خطوات كتير بعملها دي خاصة بيه أنا متشرحتش قبل كده على يتيوب علشان أخد الوضوح اللي انتوا شفتوه قبل كده في الفيديوهات ايه يا بالظبط الخطوات اللي أنا بعملها خلينا نروح ونشوف مع بعض أول حاجة ترجع للدسك توب أو سطح المكتب عندك وتضغط كليك يمين عليه بالشكل ده وتنزل تختار كلمة Display Setting نفس الكلمة أو الاختيار اللي احنا اخترنا منه الأبعاد وتنزل معي تحت هنا تختار كلمة Advanced Display Setting بالشكل ده وتنزل هنا على معدل التحديث أو الرفريش ريت لو ضغطت عليها بالشكل ده هتلاقي الـ 75 فريم اتفتحت في الشاشة بتاعتك هتضغط عليها من هنا الشاشة هتقفل وتفتح وتفضل قدامك بالصورة الكاملة أو الحجم الكامل اللي انت شايفه قدامك ده كل الفرق ان الشاشة دلوقتي بتاعتنا بدل ما هي بتدعم الـ 60 فريم بقت بتدعم 75 فريم وده لاننا اخترنا Resolution اقل للشاشة بتاعتنا تعالوا بقى دلوقتي نروح مع بعض المحاكي Game Loop علشان نبدأ نزبط الاعدادات بتاعتنا هنفتح المحاكي وندخل على الثلاث شرط ونروح لكلمة Setting بالشكل ده ومن هنا هنروح لكلمة Engine وتحت هننزل شوية هنروح لكلمة Resolution وتفتح قيمة Resolution معايا وتنزل تضغط على كلمة Customize وهيفتح لك الخنتين دول هتكتب هنا 1280 وهنا 1024 وده نفس Resolution اللي احنا اخترناه من شوية 1280 في 1024 ولو عايز تنقل الاعدادات بتاعتي دي الاعدادات بالزبط اللي انا بلعب عليها من اول الـ Screen deboi 160 وانت طالع بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده تقدر تاخدها سكرينشوت عندك او شرحتها في الحلقة اللي فاتت تقدر ترجع لها بعد كده علشان ناخد صورة واضحة كمان في اللعبة هنروح هنا على قيمة الجيم بالشكل ده ونختار من هنا HD ومن هنا HD وبعد كده نضغط على كلمة Save ونروح من هنا نقفل المحاكي علشان يفتح لنا بالابعاد الجديدة ونروح نفتح المحاكي مرة تانية بالشكل ده وعايزك تخلي بالك معايا ان احنا كل ده بنشرح طريقة عمل منظوره ايباد عادية مشرحناش اي حاجة مختلفة غير حكاية ان احنا نخلي الشاشة 75 فريم بدل 60 فريم ولسه في خطوات جاية في الحلقة لازم تطبقها معايا علشان تاخد الوضوح اللي انت شفته قبل كده في الفيديوهات اللي انا عملته ده مش كل حاجة كل ده تقريبا خطوات مبدئية او تمهيد علشان نعمل منظور الايباد اللي عجبكم في الحلقات اللي فاتت وخلينا على طول نروح للاعدادات علشان نبدأ نزبط اعداداتنا بشكل صحيح اول حاجة نروح لقيمة الجرافيك لو انت المعالج بتاعك ضعيف هتلعب من هنا على Smooth و Extreme وده طبعا علشان محصلش معاك اي دروب بفريم جامد اثناء الجيم بلاي او حتى تظهر معاك مشكلة الزنة هتلعب من هنا على Extreme علشان تتفادى كل المشاكل ده لو انت جهزك قوي يلعب على الجودة اللي انت عايزها طبعا لو تعرف تلعب على HDR و 90 فريم العب على HDR و 90 فريم في المنظور ده هتكون ممتازة معاك جدا بعد كده هنروح مع بعض لل Customize buttons علشان اقولك ازاي تزبط الازرار بتاعتك اول حاجة هتلاقيها على الاختيار الاول ده هتيجي تختار الاختيار رقم 3 بعد كده ترجع معاه للتريننج وتبدأ تجرب اللعبة لو ما زبطتش هقولك تزبط اي زرار ما زبطش معاك ازاي طبعا تبديل السلاح شغال من خلال الماوس ومن خلال الكيبولد كل حاجة شغالة زي ما انت شايف نجرب كده العربية نبدل نطلع نضرب نرجع تاني ناخد العربية ننزل كل حاجة شغالة تقريبا زي ما انت شايف مفيش اي حاجة مش شغالة في المنزور ولكن لو فيه زرار معين مش شغال معاك تعالى اقولك تعمل ايه هتضغط اسكيب بالشكل ده وتروح معايا تاني الكلمة Customize 기블� engaged وتنزل تضغط معايا على كلمة Customize من هنا وتصغر المحاكي بالشكل ده وتطلع تضغط معايا على كلمة K-Mupping او الشكل اللي انت شايفه قدامك ده وتسحب المحاكي معايا شمال شوية وتيجي تضغط معايا على كلمة keyboard من هنا تتأكد اللي هي موجودة على كلمة كيبود الأزرار اللي باللون الأزرع دي أزرار المحاكي أما الأزرار اللي ورا دي أزرار اللعبة أنت كل المطلوب منك لو أنت تلاقيت أي حاجة مش مظبوطة عندك أنك تعمل اللي أنا هقولك عليه دلوقتي ده مثلا أنا شايف هنا أن حرف الفي مش مظبوط عندي وده مثال كويس قوي علشان نشرح عليه المفروض أنه هو يكون هنا ولكن أنا لو سحبت حرف الفي ده حطيته هنا مش هشتغل معي ولكن الصح أن أنا ضغط سيف من هنا وأسحب علامة التبديل بالمنظور الشخص الأول ومنظور الشخص الثالث لمكان حرف الفي هجعلن بصبعي على الشاشة مكان حرف الفي لأنه هيختفي قدامي دلوقتي وهضطر أن أنا أخام من مكانه فبدل ما تعدل كذا مرة حط صبعك على الشاشة على حرف الفي علشان تبعارف مكانه وتيجي تضغط من هنا معي على كلمة سيف وتيجي تسحب العلامة دي لمكان حرف الفي اللي أنت حطيت صبعك عليه في الشاشة وبالشكل ده أنا خلصت لو ضغطت على كلمة سيف من هنا وخرجت بالشكل ده وبدأت أجرب حرف الفي هتلاقيه شغال معايا بشكل طبيعي جدا مفيش أي مشكلة فيه بالطريقة دي تقدر تزبط أي زرار تاني مش هيكون شغال معاك ولكن طبعا الاختيار رقم 3 اللي قلتلك عليه ده هيخلي كل الأزرار إن شاء الله شغال عندك بشكل طبيعي ولو لقيت زرار أو اتنين زي ما أنا لقيت زرار دلوقتي مش مزبوط تقدر تزبطهم بنفس الطريقة دي كمان بعد أن ما تخلص لازم تضغط على سكيب وتروح لكلمة الـ Advanced Controls من هنا وتنزل تحت معايا وتسحب الشريط ده للآخر علشان اللاعب يظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده لحد هنا تقدر تاخد المنظور كده زي ما هو وتقدر تلعب بيه مفيش أي مشكلة المنظور ممتاز جدا 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 وثبات فيرماته ممتاز جدا 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 ولكن في خطوة أنا بقى بطبقها على جهازي علشان أخد وضوح أكتر من المنظور والخطوة دي أنا مش بعرضها عليك علشان تطبقها وراي الخطوة دي أنا بعرضها لك من باب الأمانة علشان أقول لك كل حاجة أنا بعملها في المنظور الحلقة دي وكل الحلقات الموجودة على القناة هي تجرب شخصية مني مش بنصح بيها حد ولكن بعرض لكم التجربة الشخصية بتاعتي لو انت حبيت التجربة أو الطريقة تقدر تطبقها عندك المهم خلينا نضغط F11 بالشكل ده ونرجع لكارت الشاشة بتاعنا أنا بروح لاختيار الـ Skilling Mode والاختيار ده موجود في كل كروتي الشاشة وبجعل الاختيار اللي بيفرد الشاشة واللي احنا استخدمناه في أول الحلقة بضغط عليه بالشكل ده وبختار الاختيار الأول ده يخلي الشاشة تعمل قدامك المنظر اللي انت شايفه قدامك ده هتطفي وتفتح معاك ولكن هتفتح بالأبعاد أو الحجم اللي انت شايفه قدامك ده الشاشة قدامي دلوقتي زي ما انت شايفها بالشكل ده واللعب كمان واضح جدا 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 زي ما تكون بتلعب بأيباد بالزبط واعتقد بالطريقة دي انت شايف قدامك ايباد حقيقي مش بتلعب بمنظور ايباد ده فعلا الايباد الحقيقي اللي انت تقدر تلعب بي يعني اعتقد لو انت جبت ايباد وشغلته على الشاشة زي اي ستريمر هتشوف نفس الصورة ونفس الابعاد اللي انت شايفها قدامك دي علشان كده انا بلعب بالابعاد اللي انت شايفها قدامك دي بتسهل علي حاجات كتيرة جدا كمان بتثبتلي الفريمات وبتخلي في استقرار كبير جدا في اللعبة ودي كانت كل حاجة عن منظور الايباد اللي معانا النهار ده طريقتين او منظورين وضحتهم لك وانت اختار ما بينهم زي ما يريحك كمان هتلاقيني سعيب لك الكود الخاص بضبط ازرار المحاكي تحت في الكومنت المثبت علشان لو انت محتاجه او حصل معك اي مشكلة في الازرار تقدر ترجع للكود ده ولكن الكود ده هيكون صالح لمدة اسبوع بس من تاريخ الحلقة دي علشان كده لو انت مش مشترك عندنا في القناة اشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات على الكل علشان تلحق تستفاد بالاكواد دي او لما تنزل كمان لو انت محطيتش لايك ياريت تحط لايك على الحلقة دي تقديرا ان تعبنا لو انت شايف ان انا قدمتلك حاجة كويسة اما دلوقتي فانا شوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته